كابتال رضا عبدالعالي كابتال رضا مباراة بكرة الأهلي والبيرامدز من الناحية الفنية هتوبقى مباراة مسيرة ومباراة بيرغب فيها بيرامدز السقر من النادي الأهلي علشان الخسارة الأخيرة في نهاية كاس مصر ولا الأهلي هيكون عنده حافظ أكبر لأنه أولا طبعا واخدها بروفا قبل مباراة الترجي واستكمال مشهوره الإفريقي وفي نفس الوقت يؤكد تفوقه على بيرامدز طب صلى على النبي نكلم كلام كورا الأهلي هيكسب أدي واحد واحد ستين في المية الجميل اللي تحتر تمام عشرين في المية حكم المباراة مش معاك مليش دعوه بقى أنا بقولك عشرين في المية بس مش معاك مش أنا بقول ماش خلاص بقى بعد كده ناكشني بس بقى عشرين في المية بيرامدز في حالة واحدة إنه يكون فيه توفيق غير عادي والناحية التانية ما فيش توفيق خالص يعني القرى واقفة هنا والقرى هنا شغالة يعني إنه لو راحوا بفرصة يجيبها جور راحوا بالتانية يجيبها جور والآله بيضيع والآله مش يعني لعبته مش شايفة مرمى بيرامدز لا نسيت أقولك ده عشرة في المية ده عشرين في المية كمان أحمد الشناوي يعني هو أخطاء أحمد الشناوي ده في المتشاط دي ايه ده نناسي ده في المتشاط دي حلاوة ده المتشاط الأولاني بتاع الدور الكروب النص الملع يعني الصلاية بيشطها بيخلص منها داخل الجول المتش اللي فات ده وقت حاجة يعني حاجة تفرح وده برضو حاجة نقولها للمعلم فيتوريا يعني إنت عندك جوان تاني أحسن من ده إنت بتاخده بنان على إيه أولا عمل لك مشاكل وعايز الشارع وعايز فنجة رقم واحد وإنت شاف مستوى بتاخده بنان على إيه بص ما تشاط أهل وزمالك أنا مثلا ما بكون بلعب في حتة تانية غير الأهل وزمالك وجاي بلعب قدام الأهل وزمالك إيه اللي بيحصل بكون في أحسن حالاتي صح لأن نفسي ألعب في الأهل ونفسي ألعب في الزمالك ونفسي أروح منتخب مصر